السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بهاء هنكمل مع بعض هناخد ملطوع جديد من عرض زي ما نشايفين هناخد الـ Function Overloading طب يعني ايه الـ Overloading كده من الاول كبداية اوقات كتير انت بتحتاج ان انت تعمل فانكشن او يعني اكتر من فانكشن بنفس الاسم طب هتقول لي ايه المشكلة المشكلة ان ده ممنوع ما ينفعش تعمل الفانكشن لان الـ Compiler او الـ System هيقول لك انهي واحدة فيه تمام فمن هنا قال لك ان احنا عندنا مبدأ في معظم اللغات اللهم ما يكونش في كلها يعني اسمه Overloading ان انت بتعمل نفس الفانكشن باسماء مختلفة بس في شرط وهو الشرط الطبيعي يعني لان يبقى المدخلات بتاعتها او طريقة التنفيذ بتاعتها مختلفة زي ما احنا شايفين كده ماشي هنا هي فانكشن اسمها F وهنا فانكشن اسمها F نفس الاسم بس دي بتاخد input واحد تمام ودي بتاخد two inputs تمام فباقي الحاجات زي ما هي اللي اتنين بيرجازها مع بعض الفكرة ان انت هنا يبقى في اختلاف والنظام زاكي بما فيك كفاية لما تيجي انت تدده F هو هيبقى عارف لو ديته واحد هيستخدم دي لو ديته اتنين هيستخدم دي اللي هاتنشوفه مع بعض دلوقتي ماشي على سبيل المسال لو انت عايز تعمل دلة اسمها SOM مثلا بتجمع او بتطرح وعايز تقول لو جالك عددين تستخدم الدلة دي لو جالك 3 اعداد تستخدم الدلة دي لو جالك 4 اعداد تستخدم الدلة دي فهي بتتحكم في حاجة دي وعلى حسب بقى شغلك او يعني استنتاجك للموضوع عموما يعني تمام ايضا نشوفه مع بعض انا عملت CONTRACTED جيد سميت OVERLOADING تمام وهو فاضي خلص فاحنا هروح نعمل FUNCTION وهنقول له مثلا SOME NUMBERS تمام وهنعمل ده طبعا هيبقى وابلك وهنخليه برضه عشان يعمل بيرجازها وهنرجع كل حاجة وهيرجع المفروض UINT تمام وهنا هقول له C D مفروض هنا بقى طيب خلونا ما نحطش حاجة مفروض كده هقول له RETURN ثلاثة مثلا وهيخد دي نفسها يا هي عشان نشوف الالرورات اللي هتجي وخلا دي بس 4 في ناقص تقريبا صح ايوه بصي C D بولك ان انت عندك FUNCTION من نفس الNAME والبرامتر TYPES كل حاجة زي ما هي فنفس الموضوع فالاختلاف يعني اللي انت عايز تعمله تمام ماشي لو انا جيت هنا بقى مثلا وقالت له UINT UINT X مثلا تمام خلاص اختلف ما عندوش مشكلة خالص في الموضوع ده الورننج اللي موجود عشان تخلي بيور او اللي انت بطمشة تتغير ماشي فانت ممكن هنا بس يترجع ال X فهو مختلفين تماما ماشي بس زي ما مش احنا عايزين وحنا عايزين نجمع العددين فناخد من هنا هيبقى عندي UINT برضو وحدي خلو X و Y وهو ايه هيجمعهم زائد وهو كده هيجمعهم ويطلع ماشي هنا بس هتدي له بقى لا هنا هتدي له ثلاثة اعداد فوق يقول انت مثلا Z تمام فانا هنا هقول له X زائد Y زائد Z ويطلع ويطلع وينثل fingers ماد يطلع أعطى ماد ماد داخل وكان أيني يطلع ماما تمام وروحنا هنا على الجهاز اللي هنا وعملت دي بلوي وجيت هنا قلت له لو نديته هنا واحد وفاصلة خمسة هو عملي دلتين وانا عارف ان هما يعني ايه اللي هيحصل فيها مقدرة نضيف view وهنا برضو view عشان ايه نشوف نشوف تمام لو انا هنا قلت له واحد وستة طلع على سبعة وهنا واحد وسبعة وثمانية تمام طلع على ستاشر فهو ما من نفس الاسم تمام طيب دلوقتي انا عشان هنا شايف شايف ان هو اللي دخل اثنين دخل تلاتة طيب انا عزة اتأكد ان السيستم نفسه فاهم الموضوع ده ماشي انا لو جيت هنا انا في الاول هاجي اعمل دلة اسمها function هسمع مثلا check which one ايه عشان بص عرب بيها تمام والدلة دي هتبقى public و view برضو عشان ترجع لنا وهالمفروض برضو هترتيرن هترجع لنا ايه ايه و انت برضو تمام ماشي انا هاجي هنا بقى اقول له ايه return some numbers اهو ماشي ده انا هرجع some numbers طبعا some numbers اللي برا ديت بوقت هيقولي error لان some numbers دي يقولي انه واحدة بقى فيه الاولى والى التانية بص هو فيه انا لو قلت له بس هنا عشرة عشرين خلاص كده هو هيفهم اوتوماتيك بروح يجيبي الاولين ايه خذرنا نعمل deploy ونشوف deploy نجي هنا check which one قالك 30 هو انا جمع الاثنين لو انا ممتريح مزود له هنا 80 مفروض تلاتين وثمانين مية وعشرة control s ونروح لديبلوي تاني which one قالك مية وعشرة فهو كده ايه يعرف اوتوماتيكا الهواحد وهو ده مبدأ الoverloading دي باختصار انت تبقى عندك اكتر من ده اللي انت عايزها بنفس الاسم لان طبعا مش 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 حلو مش تكتب some number some three numbers some four numbers لو التعرف تصغر اسم الده اللي يبقى معبر والبراميتر هي اللي يتعبر عن يعني الحاجة دي الوصف بتاعها هيبقى معين في البراميتر انها بتاخد ده اللي انك كده كده كdeveloper لازم تبص على الimput اللي بياخده function وخلافه ماشي؟ فهو ده او ده حاجة طبعا مش صح موضوع انه هو عددين وثلاثة واربعة لا ده مثال بس بس بسيط انت اصلا مفروض الدلة بتجمع اللي بتبقى دلة واحدة ومفروض بتشايك او انت جواها يعني بتعمل دلة بتاخد عدد اللي انت عايز تجمعه بتعملك جوا كل حاجة دلة واحدة فالمهم يعني فده كان باختصار مبدأ الoverloading تمام؟ لو في اي استفسار او اي شيء ابعتولي اتصالونا من محاضرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته